السلام عليكم يا شباب. قبل كل شي اضغط لايك الفيديو واذا ما كنتم اشترك فقناة اشترك فقناة وفعل زر الجرس. اليوم جائب لكم كيفية ضبط التذكيرات اه وطريقة اه استخدام التذكيرات وكيف العمل مع برنامج التذكيرات في حاتف سامسونج. طبعا شفيش يفيدك هادا التذكيرات يعني اه تذكيرات يذكرك في شي يذكرك اذا كنت مثلا نسيت تاكل دواء يذكرك. اذا مثلا نسيت عيد ميلاد صديقك وهذا الطريقة او هذا التذكيرات يذكرك. رح يعطيك اشعار يقولك مثلا اه لا في اليوم عيد ميلاد كذا او اللي لازم تاكل دوائك. يعني اشعار تنبيه ما تذكرك بهذا المفهوم. كيف تتحامل مع هذا التذكيرات في حاتف سامسونج. نروح للشرحة الطريقة بالتفصيل. طبعا هذا الميزة موجود في ساتف سامسونج. بشكل اه رسمي. يعني بشكل رسمي بدون اه تحميل من تطبيقات خارجية. اوكي كيف التعامل معه? اه تروح لتطبيق التذكيرات اه او التقويم. ناس ما تشوفون تروح لتطبيق التقويم. بعد ما تفتح تطبيق التقويم اضغط على اه هذا الا 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 ايقونة الهامبرغر. ده هو الثلاثة خطوط. هني بتحصل التذكيرات باللغة الانجليزية. اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها اضغط على السماح. اوكي. طبعا رح يعطيك شعار انه تم تذبيت اه 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 التذكيرات. شوفوا يقولك تم اضافة اه تذكير الى الشاشة التطبيقات. لو تفتح شاشة التطبيقات تروح لاخر شيء. بتحصل تم تذبيت التذكيرات مباشرة في جهازك. اوكي. ارحين ارجع للتذكيرات. اوكي. ارحين كل ما عليك اه اه شوفوا رح ارجع خطوة للخلف. رح اضغط على ايقونة الامبرغر. اضغط على التذكيرات. اوكي. الان كل ما عليك انك تضغط حلامة الزايد. اوكي. الان عندك هني المذكرة. اكتب الشيء اللي تريده. مثلا ووقت تناول الدواء. بهذا الطريقة. اوكي. مثل ما تشوفوا ووقت تناول الدواء. تقدر تكتب اي شيء وتقدر تحط تضيف صورة بالضغط على هذا اه هذا الايقونة الصورة. تضغط على السماح. اوكي. تختار اي صورة مثلا بحط هذا الشوكولاتة دومي. بهذا الطريقة. اوكي. وحضغط على التم. اوكي. تم اضافة نص يعني وقت تناول الدواء. يتذكرني ان اقل الدواء. وحتى الصورة اه حتى اوضح لكم. عندك هني هذا الخيار مش مهمة. تقدر تضيف اكثر من اه يعني اكثر من اه شيء. يعني وقت تناول الدواء مثلا اه اصناف او اه قائمة قائمة منسدلة. اوكي. فانا مريضة اه تقدر تنشئ قائمة ثاني بهذا الطريقة. تكتب مثلا اي شيء تبيها بهذا الطريقة. اوكي. انا مريض. اه ما اريد ازوي قائمة منسدلة. اوكي بس اه اكتفي بوقت تناول الدواء. اوكي. عندك هني اه تحت شوفوا. اه اه اضافة الوقت. اوكي. وقت يعني متل يبين انت تريد ينبهك. الاحد اثنين ثلاثة ساعة كل يوم تقدر تحدد الوقت. اوكي. اوكي مسلا عند الوقت. اه اليوم مسلا اليوم احد. اليوم احد راح احد اه الاحد مثلا احد الوقت. يعني عندك الوقت. اوكي راح احدد الوقت. اه راح احط اي وقت مثلا ثلاثة و اشرين دقيقة. بهذا الطريقة مساة. اوكي. بعد ما احدد الوقت. خلاص الحين. اه انك هني التكرار. يعني تريد الكل دقيقة يكرر او كل ساعة انت تحدد الكل دقيقة مثلا. اوكي. ارجع للخلف. اوكي. عندك هني الصوت تقدر تحدد صوت. اوكي. منخفض او متوسط او عالي. اوكي. انا بحط متوسط. اوكي. عندك هني اضافة المكان. اذا تريد انت اه تسافر او تروح للمكان. تقدر تحدد على الخريطة. اول ما توصل لهذا المكان. راح ينبهك. مثلا تتحدد قائمة البقالة. بهذا المفهوم. اوكي. وتحدد المكان. لما توصل المكان هذا السوبر ماركت. راح يعطيك شعار انذار اه في قائمة البقالة. وتشتري الاشياء اللي في البقالة. ينبهك بهذا المفهوم. فانا ما اذا احدد الموقع للبقالة. فخلاص اكتفي بانه يحدد يضبط الامور. الاحان راح احدد اقل حتى اه راح احدد سبعتاش. اوكي بهذا الطريقة واضغط على ثلاثة وسبعتاش. خلاص اضغط على تم. خلاص بحظ الطريقة. التذكير اول ما يوصل اه ثلاثة وسبعتاش راح يرن الحاتف وراح يذكرني. طبعا راح بوقف في فيديو اول ما يعطيني التذكير وارجع لكم. اوكي مثل ما تشوفون يقول لك تم تم وقت يعني تم تذكيرك وقت تناول الدواء. اوكي اه ناش ما تشوفون اذا نفتح الجهاز اه راح بتحصل ايضا شوفوا لاحظوا بتحصل جنبه صورة اللي حطيته. وقت تناول الدواء. طبعا الصوت تقدر تغير النغمة. طبعا انا حطيت نغمة مش مزعجة تقدر تغيرها من نفس تطبيق التذكيرات من العدادات. وبس يا شباب مثل ما تشوفون الحين لو تزغط عليها. اه عندك هنا التذكيرات اللي تقدر تحظف او تكمل وغيره. وبس يا شباب وهذا هو المقطع اذا عجبك المقطع اضغط لايك لفيديو اذا ما اشترك قناة اشترك قناة وافعة عزرجة. بس مع السلامة.